المعنى سعادتك او الفترة السليمة الزكاء الطبيعي طبعا كاريز هاتك المهنية عمل توظيفة خبرة في الحياة تغيير نمط الحياة تعيد تشكيل نفسك يعني تشوف تجاهجية تشعر فيه طبعا وزنم قلنا الحكمة خبرة العملية بتاعتك الاجراءات البنكية ما كانش فيها جماعة تعليمات ما كانش في تعليمات فاحنا استعملنا ايه عشان نفهم من موضوع استعملنا ساعدتك النباها اللي ربنا عطوها هنا استعملنا الزكاء الفطري استعملنا هي مش غريزة في الحياة والطيورة لكن استعملنا الفطر اللي جوانا بنسميها طبعا دي نمبر وان لو ساعدتك محتاج أو عايز تشتغل في البنك حتى محتاج ايه حضرتك بقى في اخر او بقى حدث طبعا انظمة الحسابات يبساعدتك محتاج معرفة عمليا طبعا بذلك حتى تبقى عنا طبعا عنا كنا دي هتبقى نمبر ايه طبعا عمل طبعا بتعمين بتاع اينشتاين يعتبر ايه اساسي في العلوم يعتبر اسهام اساسي هتبقى عنا كنتربيوشن دي هتبقى نمبر فري طارق ديسايد تشاينج بيكايم اتيتش انستاد طارق القرى لي غير ايه يبقى مدرس بدل ساعدتك من ذلك اللي احنا سميناها تشينج كاريرز يغير خياته المهنية هتبقى عنا طبعا ساعدتك لنمبر فور هجماعة لازم كلنا نقيم يعني نقدر ايه متى ذات او دا ايه بتاعت كبار السنة عشان هم كبار السنة they have learned a lot throughout the lives الناس دي اتعلمت كتير على مر حياتها طبعا لازم نقدر هجماعة حكمة كبار السنة هتبقى عندك وزدم هنا في نمبر فايد من يونج ميبو فايد ايه او كافيز معظم هجماعة الشباب بيجدوا اول ايه في حياتهما فانو اشتغل في محل كافيز حاجة كده ايه فاول السلمة دا بيجد اول عمل او توظيف له هتبقى عندك امبليمنت في نمبر سيكس خليبها دا كان طبعا لارا اشتغلت في الخارج اربع سنوات طبعا دا كان بالنسبة ل ايه تشو نيفا فورجت طبعا دا حاجة عمرها ما حتنساها دا ساعدتك ما يسمى لايف اكسبيرنس عندك طبعا دي هتبقى اللي في نمبر سيبن خليبها ساعدتك جودي فاولت توركن از افالانتي از اكسبيرنس شي هز ناو ديسايد جودي واجدت ان عملها كمتطوع يطبق خبرة تغير مصار حياتها هتبقى عندك ساعدتك طبعا اللي هي لايف اتشينجين عندك ساعدتك طبعا دي هتبقى ولا كمان قرات النية طبعا حتي بساعدتك هنا انها طبعا دي تمانية انت ناين لو سمحتي زي الشيك دا حسب ايبا طبعا حسب اقراءتكم البنكية حتي بقى عندك بانك بروسي جزا عنا طبعا دي في نمبر ايبا في نمبر ناين ماشي هنا بقى تبقى عندك طبعا حبصي بانك النهاردة على تات اشخاص مروا بي قربوا طبعا ساعدتك هنا ايبا انترستنج طبعا ايه تغيرات ممتعة في حياتهم وزا جماعة هذه التغيرات بتمكنهم طبعا طبعا انهم معيوا تشكيل نفسهم في نفس الوقت تعال اولا نشوف ساعتك الاسات دي ان ماري رابرتسن موسيس بيقول طبعا تعرف باسم جرام موسيس طبعا ايه ساعتك بقى الام او الجدة كزا الناس بتشتري او طبعا بقالها سنينة بتشتري طبعا لوحاتها الجميلة عندك فور ييرز بقالهم سنينة بات شي موسيس دي موسيس بيكون انا ارتست اطولة لكن طبعا هي عمرها بابا ساعتك فنانة خالصة شي وز بون طبعا التانيات ان نيويورك كم دا حصل ان ايتين سكسي ان وقد هزبان فارم هادو ساعتك حرف قر او بدعك ايه خلي بايلك واشتعت طبعا مزاعة ايه زوجها الله الله فوقت فراغة شي وده فرينز اوفن سوين بكشور فارم لايف فور فن طبعا ساعتك هي ايه هي ايه ساعتك بيتخير بيتشغل بيتابرة كده يبقى عندك سود طبعا التانية قالك كمان سوين بكشور سور فارم لايف فور فارم اجل المتعة وش وش ماشاء الله ماشاء الله الله اكبر لما كمل تمانية وسبين سنة كانت بدأت بدأت في سن تمانية وسبعين تعلم مرض يه اتحسدت طبعا وش ماد طبعا خلنا الامر صعب النسبة لها لساعم بس صغيرها لتحسد صغيرها سو عشان كده فطبعا ساعتك بدأت ترسم بدأ ما بتعمل بالابرة خب رسومات الست دي اظهرت طبعا حيات المصرع فرن هي طبعا سو بابرر ذات النصتش مع الاسامي مع الصفة والحالة طبعا رسوماتها بقت جميلة وشعبية جدا ذات ذات ساعتنا صغيرها مش مكتوبة باسب مش مكتوبة باسب يا استاذنا الغالي قلتلك انا كلمة سيل تمشي بمعنى يلقى رواجن قلتلك كلمة سيل معنى حاجة عليها طلبة كلمة سيل معنى هتشترى درجت ان هي رسومتها اشترية او سول د او د د د اجد 101 يعني الدرجت عدتك ترسم لحد قبل ما تموت بحاجة صغيرة ويا عينة خطة بتشاب صغيرة وير وير يا جد عينة ماتت وعندها مية وواحد سنة ما شاء الله الوومن طبعا واحد الثانية طبعا مذهش طبعا واش لورا انجلز ويلدر اه ان 1867 لورا يبقى طبعا بورن القملة تبدأ باين نجي هين على الحلوة تبدأ بتصيف تاردد حسب اللي ما قلت في القملة الثانية يا الله هنا سعدتك لورا ناشئت اوه غرو ام بار بورن مولودة طبعا مش هي اللي باين تخلي بالك اين مولودة جميعا في جزء بعيدة في امريكا يبقى يبقى طبعا يبقى عندك وطبعا صمي ينفعش عشان الجملة بتاعت سموك هنا منفيا بدت تدرس وين شي ده اسمها ظرف الزمان يبقى الصح بتعلم وين شي جاس 15 يدوك في سن الخمسة 16 طبعا صم ماني هتبع عندك ارن صم ماني يا مستر اول عمي بتاخد مي ايوك هل عندك معها مصدر انت كاتبها ميدان مش مي خلي بالك لو كنت اختر نار ان صم ماني شي نتم مارد مارد هادي تشيلدرن انجبو طبعا عطفان هادي تشيلدرن وطبعا اشترتها مزرعة جوزها او اختارها تروح نار تروح النار يو مزرعة ازواجها ايه ده هي جمعية عسلاتك التانية هادي منتها بقى اسمها روز منتها بقى شجعت امات انها تعيد تشكيل نفسها او طبعا التوزيط نفسها او التأهيل نفسها وتابعا مؤهلة مؤلفة طبعا ليه مش كلمة ا طبعا تعملها بكلمة ساكسس تول she was not a ساكسس لكن طبعا she was successful at first but in 1932 في النار وثلاثين او الكتاب ليها وانش وستكسفان يا ما شاء الله اول كتاب ساعتك لها نشرة يبعا عندك طبعا طبعا ما تنجيش بس بها او يصدر ما تنجيش بس خلي بالك اول كتاب لها يتنشر يصدر وهي عندها خمسة وستين سنة متخيل يا راجل يالي انت جالك شيخوخ قبل ما تكمل 17 و 18 سنة عيد العوض تشيلدر الاطفال ساعت لك طبعا قبل ما نعود درعة تام هتبعا عندك هبين جويد استطيعنا بكتبها من ساعت وعاملوا برنامج يا جماعة على اسم رواياتها بقى مشهور جدا او ناجح جدا أخيرا طبعا جوانت بحال ربما ما تعرفش طبعا طبعا دراجل راجل ده عمله كان طبعا ساعتك مهم جدا ربنا عافينا كميعا مرض السلطان طبعا لما هو ساعتك كان بيفكر هنا هو الثنج نخلي ما هي لك هنا الثنج معنى يفكر مش يعتقد كان بيفكر في الطاقة طبعا عندك كلمة دو مع كلمة ريسرش عندك كلمة دو يا مال ابحاس انتو كانسر ربنا عافينا في السلطان في كما تانية راجل ده الساعتك طبعا بعد كده مركز ابحاس السلطان بدا يشتغل جميعا في السبوة عرام انه عنده 87 يعني راجل ده الساعة شهر لنهارده عنده طبعا ساعتك ساعتك اكتر من 87 سنة ما شاء الله مكدب بتكلم هبا ساو ذا تيتشا يبقى سيد ما عندك شي مفوضة ذا تيتشا سيد وي معنى يعطي تخلي بالك انت رايك ايه 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 انا بزباد لي مش شايف ايه الشي اللازم او الحاجة ايه ايه بصراحة انا ما عرفش اصلا دي بت بردو المجدد دي انا اسف يعني ما عرفش اصلا ساعتنا نتعلم من الكبار طبعا وي نت طبعا النوت معنى سطحي يا جماعة معنى سطحي تفكير تافه ده المعنى خلي بال انا دي مش الحالة نت وكان فرغي طبعا انا اعرف ثلاثة اربعة من كبار السنة ودائما موجودين online وبيعمل مكلمة فيديو لأحفاد وبيعمل حكا معنى انت كمان ات لها ماشي بس لا يمكن عشان هما يتعلموا ازاي يعملوا الكلام دات من الشباب خلي بقى لك الجماعة الكبار اصطهما محتاجين انه نساعد هما بيت الدبار دوي they can't help us مش حعرف يساعدونا يا بنت يا الله يكرمك ده انا تيتا تيتا ساعدت ني كتير وطبعا ساعدتك has really helped me a lot she gave me really good advice تعد طبعا some really good advice last year سلبت وانا you struggling to manage my time سلبتك وتانا بكافح عشان خاطر قدرواتي وتيتا هي نصحت ني طبعا ساعدتك she told me to think about how I would feel when I'm 80 years old اتلا بص فكر بص نصيحة دي وانت عندك 80 سنة and look back on my life وترجعت بص على حياتك اللي فاتتة what would I want to spend my time doing لما توصلي 80 سنة لما توصلي هب عندك 80 سنة هتقول ياريتني كنت عملت ايه في 8 سنة اللي فاتت she said that then you just have to focus your energy on the things and that's what I did تتالت لما عندك 80 سنة فكري هتقول ياريتني عملت ياريتني كنت عملت ركز باعلي دلوات اما قدام تندم على العدم فعله طبعا من ساعت وانا بعمل كده بصراحة اشتغل طبعا بعدك it really هلبت but don't you think a young could give you a good advice to طب مش برضو الشباب يدروا ينصحوك هما كمان every time that I'm in a difficult situation my big brother always helps me على فكرة صعب اخي الله اكبر مني بي ساعت نتلاح انا متأكد طبعا people can do to طبعا اي حالي من الكلام ده طبعا ساعت other people اسمها كاما طبعا can do to but maybe other people can do it better مكرنة ساعتك من اثنين عدد لأنهم عندهم خبرة في الحياة اكتر زي الائف الناس دي عيش حدث بدأ في الناد استمر معاك حتى الان كبار سن جدي جدي عشان اطول من اخو حضرتك طبعا هم اكبر سن لكن بس تخلي بالك حتى الناس دول بتي مملة البت دي ها لمملة ورب طبعا ترتيب خمري اطول الناس الذين حيات 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 مملة حيات يعني انا افهم ان تأليم من الناس اللي عندهم حياة ممتعة لكن لديهم حياة مملة تأليم منهم اي اي ما اعرف شي اعتقد الناس يمكن الناس حيات لان ان مصممة بصي ما تقنع انا مصممة برضو كبار السن يساعدونا عشان هم عايشين من فترة طويلة they have met so people طبعا سألتك many هم قبل ناس كتيرة done الله الله يا ربنا يا الله يا الله يا الله اسمع 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 they have met so many people done so many things had life experience لانت بسهيب العربي حسن التقسيم شوف الجمال في اللغة هم قابلوا ناس كتيرة مدرعة تام خضرات حياتية عملوا حاجات كتيرة مدرعة تام عندهم حصلوا على ساعتك خبرة في الحياة مدرعة تامة يعيني عندها عايزين نخلي الجملة ساعتك في الزمن الصحيح على طول عمري بحب ساعتك كتابة الكصص يبقى بحب ساعتك طبعا ما ينفعش تعملها بلوفن عشان لب من الأفعال لا تتفستمر وعملت الجملة مدرعة تام عشان ده حرز بدأ في الماضي مستمر مع ساعتك حتى الآن لما يكبروا أو كبروا طبعا أثرين يا جماعة ما بكتبش أي حاجة من زمان طبعا مش ده حد الوقت حد الوقت حيب القوم لعندك هادن ضن خلي بس ساعتك ده كلام في الماضي ماما كانت دايما قاعدة تقول لي يا ولا زاكر يا ولا زاكر دايما ساعتك تخبرني كذا كلمة جماعة ever since مدرعة تام يبقى الصح يبقى الصح يبقى I have walked there وتنفع I have been اللي اتنين صح السؤال لجماعة اللي يقول لك واحدة بقى الصح اللي لا يسمحك اللي جاية ساعتك بقى هنا people buy the paintings of an made كذا طبعا ساعتك هتبقى have been buying حدث بدا في الماضي مستمر مع ساعتك حتى الآن اكيد طبعا ساعتك هتبقى هتستارت وتمشي بس خلي بالك ساعتك هتبقى 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 والله وتمشي كمان كلمة بصراعة كلمة عملي الراجل ده مهم جدا في كذا ممكن هتبقى هتبقى يمشي ساعتك المخترع الصغير طبعا طايم لا يعد عندك هتبقى هتبقى انت عرف ان كلمة ماني اذا ما اخذنا في الجرامب بتاعنا تجمع الحاجات الايه الكانتابل وتكون كمان بلورال في الجمع هتبقى 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 كورونا فيروس بانديميك عام 2020 and 2021 ايه معنى الكلام ناس كتيرة كان عندها كتير من وقت الفراغ او طبعا الوقت اثناء جائحة الفيروس كورونا في ساعة 2020 2021 but of them طبعا هتبقى عندك but few of them هنا عندك خلي بالحضرتك little d تجمع كميات اما few تجمع الحاجات الايه الجمع برافو عليك but few of them had much time كتير منهم او حب طبعا منهم عندهم وقت فراغ to invent something new انا كنا قلنا ان الستاشر كلمة فاكر something someone somebody no one او بدأ الكلام دي كله حط الصفة بعدها مش قبله حط الصفة بعدها مش اطعب نرفعش new something انا كلمة صاحبتان something new كويس but that is happened لكن هذا ما حدث اخوانا طعبا this is what happened to ساندرالنجم اسم طبعا صاحبنا ده پيرانوان پيرانوان when he was unable to go out four days before many days because of the pandemic طبعا الشاب ده ما كانش يقدر يخرج من البيت كان فيه ساعتك ما يسمى كورفو كورفو طبعا ما يسمى حظر تاقول كلمة كورفو ما يسمى حظر تجوال ممنوع الناس تخرج من بيوتها في ساعات معينة او في اوقات معينة من الايز because of the pandemic the boy الولا كده نعمح تاك صفة جماعة واتفقنا معك الصفة المركبة compound adjective ما تجمعهاش فالشاب ده او هذا الفتى في سن الخامس عشر من عمره هتبقى كده the fifteen year old boy spent almost every day نكون نقولنا لو انت فاكر قلنا ان كلمة almost معها every مش ايتش خالب او almost every day for eight month قدنا جماعة تقريبا كل يوم على مدار تمن شهور developing هنا خلي بالك spend ورا منها ing developing طبعا الصلاب باور تك تك صاحبنا قعد لمدة تمن شهور يخترع ساعدتك عبارة عن tuk tuk شغال بالطاقة الشمسية these are small vehicles ايبقى التكاتك دي عبارة عن مركبات صغيرة with three wheels لها سأت عجلات that some people use for transport in sri lanka طبعا ساعدتك الناس تسميلها في المواصلات في النقل هناك في ثلانك where he is from طبعا هو من البلدين son zeralingams طبعا ساعدتك بتنجل family did not have اكيد طبعا any money some ما تجيش معاك في الجملة منفقية many ما تجيش برضو في الجملة ما تجيش مع كلمة money طبعا ما يلاقيه to buy new pass for his toktuk علت الولد ده ما كانش عندها طبعا فلوس كتيرة او كافية حتى يشتري بيها القطع الغيار او الاجزاء تطوك بتاعته so عشان كده the boy's grandfather helped him فبابا او جده ساعده to buy انشير ساعدتك طبعا يبقى second hand pieces of metal قطع ساعدتك مستعملة من المعدن from shops من المحلات for little money مقابل ايه فلوس قليلا خلي بالك من حاجة الله يكرمك كلمة buy خلي بالك وكلمة sell يشتري او يبيع مقابل سعر او مبلغ من المال حرف قرر تاحها بيبقى for الله يخليك خليك فاكر ان buy معها for خليك فاكر ان كلمة sell معها for for little money now the tock tock works very اكيد طبعا very well using the energy from the sun باستعمال الطاقة بتاعت الشمس حاكتين ما تنساهم شيء هنا حطينا كومة قبل ال-ing بتاعتها كيه وانا حطينا ing ما قلناش use اسم فاعل اسم فاعلة جماعة دي اسم فاعلة هنا الجملة كم مره the tock tock works very well and uses او طبعا because it uses فانا شلنا and شلنا because شلنا كل الرابط دي واكتفينا بال-ing اكتفينا بال-ing بس لازم تحط كومة لازم تحط كومة شبه الجملة لما قلنا كده i sat انا عدت ساعدتك on the beach عدت على الشط حلو كده هو يبقى كومة حلوة كده ودروعي looking at the c ناظرا للبحر انا ما قلتش and looked كنت ممكن اقولها لك and looked at the c لا احنا عناها looking at the c عمانة عندك كومة خلي بالك ماشي تعنيه the energy for the صانع the success of the tock tock hasn't stopped sandraling game طبعا ساعدتك نجاح التوك توك ده ما وقبش صاحبنا ده everyday ولا every day احنا عنا كتر جدا كلمة واحدة تبقى صفة معناها يومي هتحط ورا منها ناون لكن every لوحدها ودي لي واحدة معناها كل يوم ظرف الزمان بتاعك هبقم عندك هتبقى every day طبعا فيه وعي ما نسايا معنش everyday sandralingham tries وعندك طبعا to think هنا ترايا جماعة مش قايا معنا يقرب قايا معنا بيحاول طبعا يفكر of new things that he can invent يقدر اختراحها he says بيقول that work helps him not to feel stressed about the coronavirus or other problems كنا قلنا stressful مجهد stressful متعب stressful مرهق اما stressed معناه طبعا ساعاته متوتر من حاجة معنا طبعا about the coronavirus or other problems next بعد كده he wants to build عايز طبعا هو يبني a solar powered car عربية ساعاته طبعا شغالة بالطاقة الشمسية but this will need much more money الموضوع دم عايز ساعاته طبعا فلوس اكتب من كده بكتير none of his family can help him with this طبعا ساعاته كانها محدش من عائز الساعاته طبعا يا صادف الكلام ده حتى بانك none طبعا تاني واحدة no one الاولى بحطش معاها كلمة of عالعكس اللي قلنا في everyone اللي قلنا every one كل قلنا كل قلنا في الشرح الحصة اللي فاتت every one كلمة واحدة ما تحطش معاها كلمة of حلو كده وكننا قلنا ان كلمة every لوحدها every لوحدها one لوحدها بتحط معاها كلمة of هنا بقى العكس هنا العكس no one بحطش معاها كلمة of لكن none حط معاها كلمة of none of his family can help him with this so he hopes the government will help him with his plans فالكام بيتماني الحكومة بتساعده في الكلام ده how different societies around the world view or the people ايه معنى العنوان بتاعك ده زي المكتبعات المختلفة حول العالم بترى رأيها ايه في الناس كبار السن ترى كبار السن ربما تكون بتشوف اكدادك كل اسبوعة or maybe they live with you ربما يكونوا عايشين معاك and your parents ما عورده كان حول الناس كبار السن ساعدتك كان in some countries young people see the grandparents less often الشباب نادرا او طبعا بيشوف اكدادهم قليل جدا even though على رغم ان this is something they enjoy رغم طبعا الحاجة هم بساً 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 بيها لست تحرقها لكات why this is and how other people around اه حلو القملة اسمها كده لست تحرقها لكتا عم بصها جمعا على ليه الكاملة بيحصل why this is and how وزاي جماعة all the people كبار السن يروا ايه رأي الناس في كبار السن جملة بس بخلي بالك حتى بعندك are seen round the word full of the world the United Nations امه التحدة طبعا the United Nations has لما اتفقد معك من شوية فعلها مفرد the International Day for all the persons each October قال لك الجماعة الامه التحدة عندهم حاجة اسمها اليوم العالمي لكبار السن كله أكتوبر كويس كده which is celebrate دا بيحتفل contribution للإسهامات that all the people make to society زي ما كنا قلنا لك كلمة contribution زي بعناها ما يخلي بالك طبعا make to society in fact countries طبعا كبار السن كبار السن كبار السن هناك في أفراقيا بيستعملك اللقب كبار السن to show them طبعا عندنا كلمة person دي عايد على مذكر المؤنس يعني to show them respect كلمة 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 بي بلغة بتاعتنا in japan هناك في اليابان دا الصوفيكس السن كلمة الصوفيكس يعني اللاحقة تتكتب في آخر الجملة الكلمة السن دا ساعتنا طبعا اكيد بتستخدم is used and the same way بنفس الطريقة in hawaiian طبعا في الجزر الهواي or the people طبعا ساعتك كبار السن طبعا يسمو are called which translates as something like wisdom كلمة دي عندهم معناهم يعني الحكيم فلان طبعا في وساعتك in egypt many of the people many elderly people are kids طبعا يعتنا بهم by their children طبعا ساعتك انا or the family members of اعضاء العيلة نفسهم this is the same in countries such as china نفس اشي بيحصل في دول زي ساعتك انا الصين japan and korea where around 75% of the people that live with their adult children في الاماكن دي في كوريا القنوبية في اليابان في الصين في مصر خمسة وسبعين في المية من كبار السن عايشين مع ولادهم ايه الكبار طبعا ايه البلغين. ولكن هذا الموقف في السنوات الاخيرة طبعا دي من علامات المضارع التامة. هاي بقى عندنا طبعا اكيد غير الكلام ده. طبعا اكيد عشان الوك لا يعد في بعض البلاد. ناس كثيرا هجرت لمدن تانية عشان يجدوا عمل. وده طعم معناه which means they do not live near the family home. فالناس اللي هجرت من بلدها مش عايشين بالقرب من بيت العيلة. وبالتالي some people are not able to look their parents. طبعا اعانت ربا عندك هنا look after their parents on their parents when they get older the way they would like to. فالناس اللي هجرت من مدينة لمدينة تانية مش بيعرفوا انهم ما يعتنب والديهم لما يكون طبعا اكبر في السنة بالطريقة اللي هم نفسهم فيها. ظروف الحياة. طبعا بقى اقول لك. فورشنا. فورشناتلي. طبعا اقول لك. فورشناتلي. طبعا اقول لك. فورشناتلي. يبا الصحي بتاعنا. فورشناتلي. تكنولوجي. هزهل بضيونجا. تكنولوجيا. حرف جرها ويز. كونكتة حرف جرها توتوش معنا. يوصلش معنا. هيبتصر. خلي بالك. طبعا طبعا. on a regular basis. كنا نقول لها قبل كده. على بعضها كده معناها بانتظامة. خليك شاطر. احفظ على بعضها. on احفظ على بعضها. تكسبريشن ده احفظه على بعض. on a regular basis. يعني بانتظامة. they can وشات with them. النهار ده ساعتك بالتكنولوجيا. طبعا. بيعرفوا انهم يعملوا الشات مع بعضهم البعض. through. عن طريق ما يسمى video calls. او كمان. or communicate daily. through social media. يومين عن طريق social media. this is a good way of communication. طبعا زيارة كويسة التواصل. especially طبعا. خاصة ساعتك عديمة. during. عشان هي عندك في نعوين the coronavirus pandemic. when it was better to take care of the other people. طبعا. لما كان شيء افضل. نحن نعتني بكبار السنة. without actually visiting and coming into physical contact with them. طبعا. احنا منظرهم. او نبقى على اتصال بدني معهم. ماشي. دي بقى اراء الناس اللي هي بترد على الكامل اللي فوق. اول واحد طار ساعتك ده. ده مطروف بيقول. is great that the writer's grammar. شيء كويس. ان جدة الكاتب او الكاتبة هنا. still is طبعا. ولا اذا still. هتبع عندك verbitude هو الاول. هتبع عندك is still able to do volunteer work. انها طبعا تأدي عمل تطوري. and learn new things. وكانت تعلم اشياء جديدة. but i don't think she's typical of most people. لكن ديها جماعة مش نموذجة. دي مش مطابقة. ده مش اللي بحسن مع معظم الناس. her age اللي في سنها. حتما عندك كلمة of خلي بالك. تاني براحة. قلنا كلمة in the age of معناها في سن في عصر. in the age of معناها في عصر. at the age of معناها في سن. of my age. او his age او كذا. معناها في عمر. خلي بالك. يعني في نفس العمر. كمان مرة. in the age of معناها في عصر كذا. at my age. sorry. at the age of معناها في عمر او كذا. لكن لما تقول. my own age في سن. of my own age. فلان في نفس سنة. او في نفس عمر. ماشي. of her age. who just want to stay at home. معظم الناس في سنة جدتها. عادي ينقضوا في البيت. and take it easy. التعبير يا جماعة. يهون عليه. يريح. يسترخص ما. take it easy. our society. مجتمعنا يا يا اخواننا. متنظم. is organized. in such a way. that the 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 over seventies. بصها جماعة. مجتمع بتاعنا. متنظم. لدرجة ديني ساعدتك الناس اللي معدنين سمين سنة. to stay in active. يطلب منهم ان هم يريحوا ويكسروا. طبعا. are asking. to stay in active. and not to do. طبعا. انهم عملوش. much work كتير من العمل. work كلمة الايباء. متعدش ما عندك هنا. to do much work عمل كتيرة. they retire and try to enjoy life. الناس دي بتاع قاعدة. تطلع على المعيشة. وبتحول انها تستمتع بالحياة. so i think the discussion about or not. قلنا قبل كده. ودي درس قريب جدا. حينقضوا معك ان شاء الله. قلنا لما تلاقي كلمة or not. قلنا يا جماعة. لما تلاقي كلمة or not وراها. مباشرة تبقى كلمة wither مش if. if ما بيجيش وراها or not. يا انا الله يكريمك ما تنساش. if يا جماعة. ما فيش ورا منها or not. لكن wither. or not مباشرة. لانا كنا whether or not. this group. اذا كانت المجموعة طبعا ده هي. contributor society is a big point. لسي. اذا كانت احنا نتناقش. هل الناس كبار السن بيساهم المجتمع. بصراحة يا اخواننا دي حاجة ما لها اتفها. طبعا ده ملوكة ايه نظرها. اللي جاي بيقول. I enjoy this article. انا جماعة استمتعت بهز المقارة. it was refreshing. هتبقى so. such مع الاسامي. ما تنساش ان الرامنا اخدها ينطل جانش الله. such مع الاسمع. ما تنساش يا سنة تلتة. such مع الاسامي. طبعا ده كان شيء. I sorry. طبعا سعادتك هنا. هتبقى كلمة so. احنا هتصطش مع الاسامي مع الصفات. هذا عندك so refreshing. طبعا. to hear an story. هنا عندك كلمة story. طبعا دي نون محتاجة صفة. optimistic بني آدم متفاعل. optimistic صفة معنا متفاعل. ثاني يا اخواننا الله يكرم لما قال. فكرة متفاعلة. it's an optimistic idea. وجه النظر متفاعلة. an optimistic point of view. optimistic صفة. يبصى عندك كلمة optimistic story. about a member of the generation. who's keeping active. والله دي كلسة جماعة. بقول لك الواحد اللي ما سمح حسب اللي انت عاش كده. بالنسبة عندنا فيه حد من الجيل الاكبر في السن. ليس نشيط. I still looking for. وبيدور على new challenge. استحادات جديدة. an adventure طبعا مغامرة. maybe in the past. ربعا في الماضي. people thought. هنا think. جاية بمعنى يعتقد. مش جاية بمعنى يفكر. وطبعا ما جاية معك بمعنى يعتقد. يبقى حاضرتك ما تحطهاش في الاستمرار. طبعا ساتك هنا. maybe in the past. people thought اعتقد. that you were older. ان الواحد كبير في السن. when you were over seventy. وانت بعد السبعين. but now. لكن النهاردة. هذا لا يرى. now. it is not seen. قمنا بس. خلي بالك. it's not seen. as being very old. anymore. and most people have to work until they are 67. وانا ساتك بتشتارك حتوصل 27 سنة. or even older. حتى اكبر. anyway. على اي تحالة. اللي جاي بيقول لك. i think it's an. طبعا بيعتقد. no. it's an debate. حتبعان طبعا كلمة interesting debate. طبعا اهي. or not. حتبع عندك زي ما اتفعنا كلمة whether. زي ما اتفعنا كلمة whether. طبعا عندك هنا. whether or not. people can still make a contribution to society. when they're older. والاخواننا. مناقشة ممتعة. سواء الناس كبار السن. هل حيقدروا. يعملوا سفر المجتمع. وهم اكبروا. لا. one big advantage that. واحدة من المزايا. advantage that. many over 70s. ان كثير من الناس كبار السن. عدوا 70 سنة. have. طبعا عندهم is that. they to work anymore. طبعا عندهم مش مضطرين. يشتغطون من الخرصة. وعندك. don't have to work anymore. so. وبالتالي. they can spend their time. things. هل حتبعان عندك طبعا عن اشياء. that they're passionate about. طبعا عندهم اي رغبة فيها. and many of them. وكتير منهم. help you to look after their grandchildren too. بسعودك. هل حتبعان احفادهم ايضا. of course most people are in as active. هل حتبعان عندك physically active. خلي بالك. قبل الصفة حتها ل. قبل الصفة حتها ل. as physically active as they used to be. طبعا at that age. طبعا اياميها في ذلك العمر ما في هذا العصر. as في عمرها يعني at that age. but ولكن they can still contribute. طبعا اكيد هم بيساهموا in other ways. بطرق ايه بطرق اخرى. ما كده بتتكلم مع ايه بعت. هاي بعت. بيقول لها ايه بقا. so the teacher we have to have a discussion. اكيد طبعا ساعتك عباك المسئد. ما عندكش مفولة. the teacher said. we have to have a discussion. about what young the people can learn from other people. what do you think. كيف تقول لها المستر قال ان احنا ممكن ساعات لك ممكن نعمل مناشى عن نتعلم ايه من الناس كبار السنة اطلاع اي دون ريلي سي واط طبعا وي كان هنا عدد معنا ترتيب خبري وي كان لان فروم ديم not many other people even know هاو بعد ادت لي استفهام هاتو المصدر هاد معانا طبعا هاو تيوز انترنت ايه من ريلي ساعتنا ي سعدنا في الكبر السنة ا تلاعي اطلاع اي ام انا شور الي اليقBS ايهک ساهة ا اعرف 3 ا 4 من الكبر السنة دائما موجودين انilling دائما قام بعملوا مكلمات فيديو لعفاذهم ام اعرف موبيو ع shinesان او select عن طريق النت كمان. في مثال مثال for example yes but that's probably only because they've learned how to do it from young people. ادلاع ماشي. بس زي رباكم بيحصل عشان هما تعلموا ويعملوا الكلام ذا زي ما ينزلوا هما الشبابة. people like our grandparents need us to help them. الناس لهم كبار السن زي جدي وجدك كده محتاجين لنساعدوهما. they can't help us. ما ما لادوش ساعدونا. هنا هتختارها كما ولا السيمي كورن. هتختارها السيمي كورن. لان السيمي كورن دي قرب بيها جملتين مستقلة تانا. او عا تنسى. تاني يا اخوانا السيمي كورن لو سمحت اكتب جا عندك واحفظها كويسة. السيمي كورن تستعملها انت عشان تربط. اه 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 اه. two independent 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 to independent closes. او يا اخوانا. two independent to close out two independent sentences. يا عم اي عجب دولي. ما يسمى جمل مستقلة. بنربط جملتين مستقلتين من غير اذا طلبت. من غير but. من غير and. من غير so. خلي بالك. بيبقى بالسيمي كورن. او عا تنسى الله يا خليج. طبعا. but my grandmother. ماشي. بس جدت على فكرة. جدت انا. هاجر الهيال بدني قاله تساعدتني كتير. she means some real good advice last year. هتبعا عندها طعن شي. gave me. طبعا لديتني. بعض نصيحة كويسة. لفاتي. تلاصير. when i was struggling to manage my time. وانا بكافح. عشان خاطر قديل الوقتي. she me. طبعا عندك مفهولة. يبقى she told me to think about how i would. ترتيب خبري. how i would feel when i am eighty years old. and i look back on my life. ات لها. فكري. هيبقى احساسك ايه. وانت عالك تمانين سنة. ولما تبصت حياتك. what would i want to. احب ان انا. my time doing. طبعا ساعدتك اعبا عندك هنا. have spent. هنا كلام في الماضي. هنا الكلام يعتبر ماضي. معنى الجملة. ايه اللي انت هتحب انك تكوني قضيتي فيه وقتك جاء. خلي بالك الافعال ما اعطته المصدر. طبعا معنا كده معلش. طبعا معنا بس معلش كده. ناخد حاجة زيارة. خبا معلوكيس جدا. بص. واحو خليموا لي. واحو بقولك. I hope. ركز معا كده. I hope. بقول يا رب. to. اننا. لكن كده معلش. I hope to. حل. start. كده. ولا هتختارها. have started. كده. this business. المشروع ده. سونة. لما تجي ثلاثة الجملة دي. هبا ايه معناها? بالبادل بتاعنا. يا رب. ان انا ايه ساعدتك? المشروع ده قريب. معنى الجملة ايه? معنى الجملة يا رب ان انا ابدأ المشروع قريب. صح كده? ده كلام ما يلسه يحصل. يبقى الجملة عندك هاتفها كلمة ايه? كلمة start. زي ما انت معنا. I hope to. يا رب اننا. حلوة كده. start. بتمنى انا start. ولا هتختارها? have started. ماشي عمنا? this business. المشروع ده هو. ماشي? when I was younger. لما كنت اصغر في السنة. لما تيجي تقرأ الجملة دي. هيبقى ايه معناها? معناها ياريت ان انا ايه? المشروع ده وانا اصغر. ياريتني كنت بدأت. المشروع ده وانا اصغر في السنة. هتبقى عندك هنا. have started. ده. حطينا هفل ايه? ان الكلام اصبح على الماضي. واخد بالك زي دي بالظبط. زي دي بالظبط. كنا اخدنا معاك كلمة اسمها would rather. فاك انت هفل دي. كنا قلنا منجي برا منها بصدر. لما يكون الكلام مضارع. حط هفل وتصييف تالت لو كان في الماضي. يعني جملة دي. هفل اصطادي كده هو? ولا تختارها? هفل اصطادي. هفل اصطادي كده هو? هاردر. بجد اكتر. حلوة كده. الكلام ده جماعة? when he had the time. لما كان الوقت بالنسبة له متاحة. هنا هتختارها study ولا هفل اصطادي ده? هاختارها هفل اصطادي ده. بيسموه مصدر تامن. بيسموه perfect انفنتيب. ليه مصدر تامن? عشان بيحكي عن الكلام في الماضي. خلي بالك هنا هفل اصطادي. خلي بال حضرتك من الكلام ده كويس قوي. ماشي? انا رجعتها لها جماعة للجملة دي مع الشيء. انا بتقول لك ايه? جدتي قلت لي. قلت لي. بص على حياتك. وبعضين انا هحب. what would I want? الا احب ان انا ايه? معظم وقت في عامره طبعا. يعني ريت لانا كنت قضيت وقت في عامل ايه طبعا. to have spent my time doing. she said that. then ساعتها. just have to focus your energy. طبعا اصطادي ايه? عندك كلمة focus حرف جرد طح ايبا. on those things هذه الاشياء. عند السباطة يبديد. وبصراحة دلان ايبا. عملتو. it really helped. لا بفعل ايه? ساعدني. but don't you think a younger person. بس بشكل دبالك ان شخص غير في السنة. could give you good advice to? انا بكر عاد. النصيحة كانت من جدتك. كما قد حدث غير انصح لك. every time that i'm in a difficult situation. اي مرة مكون انا في موقف صعب. my big brother always helps me. اخوة كبيرة بيساعدني. i'm sure other people can do too. مشي 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 مشي. انا متأكدة ان اي حد من كبار السنة او اي حد من الناس يدري انصحك. but maybe other people can do it better. لكن خلي بالك بقى كبار السنة يدو نصيحة افضل. because of? ولا because they have more life experience. طعن بكوز عندك قملة 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 قملة. because they have more life experience. they've been alive. الناس كبار السنة عايشين. much longer. دي فاطرة خلي بقى لك. يبقى فو much longer than our brother. او طعن اي من اخوك بقى. يبقى. but some people's life are quite boring. بس خلي بقى لك. بعض. حيات بعض الناس مملة. are quite boring. don't you think. أليس كذلك. i can understand how you can learn something from the life experiences of people. انا اقدر افهم ان اتعلمي حاجة. من خبرة الناس. who have had interesting life. هتبع عندك كلمة ان. عشان حطينا صفة زي ما قلنا قبل كده. هتبع عندك ان interesting life. but what about others who haven't. الناس they've been alive a long time. عشان هم عايشين من زمان. with they've so many people. هتبع عند طعن. they have met so many people. done so many things. had life experience. عندهم خبرة في الحياة. or the people over 65 should continue to work. بمقائب تقول لك له الناس اللي معاعدين خمسة وستين سنة لازم يستمروا في العمل. my point of view. هتبع عندك من من وقت نظري. some people over 65. some people aged. aged صفة. معاناها at the age of. بعض الناس في سن. aged. 65. should continue to work. لازم يستمروا في العمل. if they want to. لهم عايزين. but not all of them. لك طبع مش كلهم. I'll explain why I think كيف يستحول لك بقى. لأنا بعتقد الكلام له. the first thing to consider. اول حاجة. تفكر فيها. is the job that people. الوظيفة لناس. ايه بقى. do. عشان كلمة جوفة عليها. do. many people enjoy the work. ناس كثيرة. استمتع بعملها. so why should they stop when they to 65? طبعا. ايه بقى عندك when they get. ادي كلمة وين قدامك اهي. قبل منها مستابة الكلمة should. فانجيورة منها مضارع. للاسة توقف عن العمل عندما يصل سنة 65. for example. اديك مثل ما. اسمي مثلا. in scotland. في scotland عندك مثلا. 75. 79. year old tom swan. اسموها حط طبعا. رجل اسمو كده. has working in a shop for scasteers. شغال في محل بآل وستين سنة. he enjoys meeting. بعد enjoy. قدع. the people who come in. حب الناس هو. جاب الناس متخش المحل. a reason. a further reason. ما ينفعش father. قلنا فارد المسافات بس. further between you. مع المسافات ومعنى معنى ومعنى زيادة خلي بالك. سبب كمان. is that work can keep you. سبب كمان اخواننا مهم جدا العمل ممكن يخليك بصحة جيدة. يبقى can keep you healthy. بصحة جيدة. حد تاني حد غيره. براين داني. from england. helps all the people with the money. رجل ده بساعد الناس كبار سنة في شؤونهم المالية. although he is 82. الرغم ان الرجل عنده 82 سنة. he think that he would be less healthy mentally and physically if he stayed at home all day. رجل بيقول لك انا. هبقى صحتي اقل. ذهنيا وبدنيا لو انا عدت في البيت. طول اليوم. whatever. however. طبعا هتبع عندك انا however. ولكن. ويكانت ignore the fact that. ما نضعش هتجاهل ان. طبعا استعدتك انا يا با. it is not possible for people to continue working. طبعا ده مش قاعدة عامة. ان كل اللي عندها الستين او الخمسة او السبعينة يسمى في العمل. for example. مثلا خل عندك مثال. builders عمال المباني. دي شغلانة مالها. عايز اصحة بدنية. عايز اقوه. عايز اعافية. ما تنفعش. because when they're owing to the physical work they do. طبعا هنا مش جملة كاملة. تبع عندك owing to. بسبب العمل البدني. لو ما طعم بيبزلوه كل يوم. حتى تبع عندك every day 10. زي ما قلنا. they would not be able to continue working into their seventies or older. الناس دي همرهم ما حتقدر تستمر في العمل لما تصل سبعينتها في عياتها. او اكبر من كده كمان. conclude. قلناها in ايبا. قلناها in conclusion. لكن to conclude. خلي بالك. ختابة كمان. i believe. people should be able to continue working. الناس لازم تستمر. او تكون قادرة. على سماف العمل. if they are able to. لو هو عنده القدرة يكمل شغله. and want to. وعنده كمان desire الرغبة. but i also rewrite that this is not possible. لكن طبعا انا برضو اعتقالي. لا لا لا. ان الامر دي هواش برضو ممكن. in some jobs. وبعض الوظائف. and for some people. والبعض الاي والبعض الناس. عندك بقى بطل صفحة مية وحداشر وان هندر. and eleven revision number three. وانا خدنا جزء من النهل وانت فاكر في السبن. فطلنا جزء تغير. ناخد بممرة. for your passion. طبعا اتبع شغفك. fresh air هواء المنعش. هيد طبعا معنا رئيس. هيد معناها اتعاف رأس ورئيس. وهيد معناها كمان يتجه نحية نحية حاجة. لو جاي فيرب خلي بالك. inform. يخبر. ودي خلي بالك حرف جارة حبيبة. of helpful. مفيد او مساعد. common sense. ان الفترة السليمة. يتابع. يتعقب. يطارد. يواصل. خلي بالك. over time. مع مرور الوقت. extent. حدد معين. درجة. مدى. views. اراءك طبعا. further more. لو على ذلك. limits. حدود. agenda. برنامج. state. يذكر. وكننا معناها دولة ومعناها كمان حالة. كلمة السلزة ما احنا قلنا لك. define وعرف حاجة. مش يعرف يا جماعة. يعرف خلي بالك. cycling recoup العجل. فعلها جو يا شباب. خلي بالحضراتك. job title. مرسل موظيفة. ده مدير عام. ده كبير مهندسين وهكذا. مسمى job title. خلي بالك. e-books الكتب الالكترونية. entrepreneurs. قلنا رجال اعمال. entrepreneur. fit in with. يتلعن مع حاجة. وزن من الحكمة. career direction. اتجاك في الوظيفة بتاعتك. belief. اعتقد او ايمان. miss out on. يخصر او يفقد. assume. يفترض حاجة. شباب كي propose. شباب كلمة think على فكرة ما برضو يعتقد. purpose غرض. take into account. ياخد حاجة في اعتبراته. consequences نتائج او عواقب. consequently بالتالي. helpfulness. العون او مساعدة. the guarding. معنى طبعا بخصوص. presenter. مقدم برامج. work life balance. التوازن من الحياة. والعمل. take off. ياخد اجازة. take off. ان كمان معنى تقلها الطائرة. take off. اكتب عندك. معنى كمان ينقح. take off. ان معنى كمان يقلد. خلي بال ما عليك. cinema manager. مدير عام. job interview. بيقول لها. hello فاطمة. nice to meet you. انا وسهلا. so let me. هاتب عندك start. بعدين تحط الفير في المصدر. it must start by asking why you would like to. an internship at our library. هاتب عندك كلمة do. internship خلي بالك كلمة تعد. internship كلمة تعد. internship كلمة تعد. وفعلها do. مش make. ليا فاطمة عايزة تأدي تعملي تدري ما عندنا في المكتبة. it's quite new to i live. طبعا هي قريب من حيث اعيش. هاتب عندك. to where i live. طبعا هي ممكن يا مستر. it's quite near to the place i live in. لو انت هتعملها. it's quite near to the place. it's quite near to the place. the place i live in. لكن ما عندكش حرف قريب. بس عندك to where i live. my mom thought it would be a good idea. طبعا البيس هتعدل. وهاتب عندك كلمة توش انه قملة مثبتة. how you visit the library. طب سؤال بس ما عندك. هل انت بزوري المكتبة regularly. بعد الفعل حط ايه. حط حالة. هل انت بزوري المكتبة بانتظام. well no. i like to read both. i usually read ebox now. انا غوي اراية. لكن حاليا انا اكرا ما يسمى الكتب الالكترونية. لازم تتحملها بايه بديف وما شابه. okay well. let's take a look at you. اكيد طبعا your cv. هنبصها على cv بتاعك. i see. you're going to leave school soon. قربت خالص المبلسة قريبة. what subjects do you enjoy doing. زي من انجورة منها دايما. i energy. my favorite subject is sport. انا المدنة فضلة بتاتي الرياضة. i like to be out in the fresh air. غوية. احب كمان اكون نشيطة. but i like reading too. لكن غوي اراية ايضا. so if you enjoy sports. i imagine you have experience. هنا جاية معنى خبرة. مش جاية معنى تقربة. يبقى تعال ايبا. you have experience. تانساتك حرف القري بتاعها of. working in a team. كده عندي خبرة في العمل مع الفريد. i'd say i'm quite good at that. انا شطر في كلامنا. i'm head of. انا رئيسة او الكابتن يعني. of the basketball team. فريد البسكت. great. we need team players here. انها معتك طبعا اللعيبة هنا. and have you been doing a weekend job. while you've been at school. heading to go to it. mercy. وظيفة في ناتي السبوع. ونت في مدرسة. and no i haven't. i found it hard. طبعا ساتوا وقت الامر الصعب. to fit in with. fit in with. ان انا اوافق. اتماشى. مع طبعا. and sports. وتدريب بتاع الرياضة. وكيف فاطمة. we'll leave it there. احنا ناوف معك هنا. i email you next week. ان شاء الله. هكلمك الاسبوع القادمة. to inform you about. لما تلاقي حرف جر. تستعمل كلمة غذر. اف. لما تلاقي حرف جر. تستعمل واذر. مش اف. يبا انت كده اخذت حاكتين فرقة بينهم. وانا لما تلاقي ارنوت. جايا وراها على طول تستعمل كلمة واذر. لما تلاقي ارنوت. جايا وراها مباشرة تستعمل كلمة واذر. ولما تلاقي حرف جر. تستعمل برضو واذا مش اف. خلي بالك. واذا. we've chosen you to do the internship. وطبعا ساعتك from the start of October. هلو عندك طبعا. we're offering. عشان طبعا دي حاجة ما ترتب. thank you for seeing me. شكرا ساعتك. is for your passion. good advice. بيقولك با. هل النصيحة بتاعت. امشي ورا شغفك. اتبع شغفك دي. نصيحة كويسة. ونصيحة مش كويسة. تعالوا تشوفها. we said social media. هاتبع عندك كلمة on. نراها على social media. hear it. ونسمحها. in online talks. بالحوار ال online. and some teachers said to their students. وبعد المدرسين كمان بيقولك طلبتهم. follow your passion. امشي ورا شغفك. ده كلام بيتقالب. in word size. معنى اخر. يبع عندك in other words. معنى اخر other words. decide what. الشيء اللذي. الحاجة اللي. حدد ما. decide what. you really like doing. and then find a job. طبعا شوف انت هستعمل ايه. وافجد او هات لك موظيفة وان شوفت عدة. where you can do it. تعمل في الكلام ده. هل ده اخوانا. حكمة. مفيدة. helpful. that helps people choose a career direction. ساعد الناس يختاروا مهنتهم. or something which. اول شيء اخوانا. sense. اسمها common sense. الفطرة السليمة. common sense. choose to be bad advice. او ان الفطرة تقول لك ان ده نصيحة سيئة. تعال شوفة. the why. طبعا reason. the reason why. we. طبعا اللي احنا علشانه بيتقالينا. طبعا we're told. to follow. our passion is the belief. هو الاعطقان. انت عايزنا نخلي بالك. that if you a job you enjoy. اللي بيخلي الناس تقول لك. امشي وراء شغفك. هو اني اعتقاد انك لما تعمل. وظيفا انت. تستمتع بها. you'll be happy. حتى ما سيدي. however. ونحن نخلي بالك. few people. 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 لا تعد. كما قاما خلي بالك. people. كما قاما عندك. few people. طبعا حبت. اناس تدعي. do the same job. في ناس كترة جدا. النهاردة. بتعمل. او تعمل. بتعمل نفس العمل. until they retire. لحد ما تقعدوا. منصف اسم اعظمنا على فكرة. معظمنا. حيغير وظيفته. حيطر يتعلم. وظيفة جديدة. عشان كده شغف واحد مش كافي. also if you focus on one passion and only apply. كمان حاجة. انت لو ركزت بس على شغف واحد. وتقدمت طبعا full jobs. الوظائف. connected with. المرتبطة المرتبطة بي. connected. you could miss out. انت كان ممكن يفوتك. miss out on other opportunities. فرص اخرى. this may be more interesting. ممكن تكون فرص. انت بضياحة دي ممتعة اكتر. او حتى تساعدك. to valuable life experience. حتى كلمة game خلي بي لك. حاجة معنويا. gain. valuable life experience. we assume. فحدهم نفترضك. فان افترض ان الكثير من الشباب كلهم عندهم مش. بس الحقيقة ان الكثير ما عندهمش. while they're worrying that. في الوقت انهم عاديين بيقلوا ان they don't have a passion. انهم ما عندهمش طبعا شغف. many people miss. قلنا كلمة يفوت الفرص. miss مش lose. قلنا miss مش lose. . miss portions to a contribution. تعال انت عادة كلمة ميك. تعال انت عادة تسامة. to make contribution in other area. most of us need time مغزمنا محتاج وقت. and كمان مع الوقت experience الخبرة. to realize. عشان خطو نذلك what we love doing. محتاجين وقت ومحتاجين الخبرة. عشان نعرف الحاجة اللي احب نعملها وطبعا ممكن يتغير مع مرور الزمان اللي جاولة هنا مقالة للرأي خلي بال حضروا يطاقع هنا الكلمة دي كلمة الغرض من المقال ده نحن ناشي المدى المدى الحد فينا المدى يجب ان يكونوا تأثيرا على اختار ابنائهم للوظيفة بتاعتهم في اعتماد المدى يجب ان يستمع بحرصة لعراء ابنائهم ويغضوا هذه الاراء في حساباتهم ولكن هنالك عليها مع تأثيرا على نفسهم لقد استخدم كلمة وتفكرتهم AND يجب ان يكونوا تنسرواوا بحرصة لأجراء ابنائهم حسابة بحرصة والضغطة في الاستمرار لقد يستمعوا بحرصة كما قلت لك خبرة في الحياة أكثر than they do. منهم they have usually. طبعا لأن أباهم have usually the consequences of doing a specific training course. طبعا ساعة كم السينة. زي ما قلنا لا يأتي في الاستمرار. سينة صبعا هو نتاك تدريبتهم or taking a particular job so they can use their wisdom to give their children helpful advice. فالناس اللي مرد بتقارب في الحياة شافوا العواقب دي كلها يداروا يدعي لهم الخبرة من الحكمة بتاعتهم ازاي النصيحة تطلع مفيدة. فالناو على الزمان فالناو على كده young people should listen to the parents. الاطفال او الشباب يسمعوا الاباهم. because these are the people who are most interested in. انهم مستجل معنى very من غير زاخر لما لك. لانهم بدون الناس اللي مهتمين جدا in helping them and they want them. وطبعا عايزينهم بجد. طبعا عندك to succeed in life and gulf الحياة. بالتالي they will put effort into advising their children. فاكيد هيفزلوا كل جهد في نصيحة ابنهما. however ولكن as i mentioned earlier زي ما ذكرت قبل كده. there are limits في يا جماعة حدود to the helpfulness of parents career advice. في حدود لمساعدة الاباء في مهنة اولادهما. each young person has to decide for themselves. هنا كلمة each young person زي ما قلنا. كلمة انا معرف لها شراجل من ستة. هاتبعا عندك عنصات for themselves. which carry to choose because they will have to work in this area. هاتبعا عندك to do. وطبعا عندك ادو العمل work. they enjoy. and they are good at. وطبعا عندهم طبعا لشطرين.. they may also have their own agenda. نكون انتطاع الاجenda الخاصة بهم. regarding their children's career and want them. طبعا عندهم كمان. to do a specific job. يمكن يكون هو الاب او الام عايزة ابنه يا عزيمة معينة. because they had wanted to do. انه كان نفسه يعملها اصلا. because they see. او عشان طبعا هو بيارة. هنا C خلي بالك جاية معنى consider جاية معنى يعتبر C اللي جاية معنى يعتبر خلي بالك حرف قرارة as او طالب يعتبر او شوف وظيفة ان هي ايه فعلا يمتلكها conclusion طبعا كلمة in ختامة يا جماعة in conclusion او ال state اتقدر اقولك ان young people should pay attention هتبع عندك although او رغم ان الشباب فود يهتم وينتبه بنصيحة واردهما لكن لازم ياخدو القرار النهاية طرعبا باستقلاليا عندك اللي هي اخر اختيار definitions of success تعرفات النجاح ايه هو النجاح دين هل بتقولك انا افكر في النجاح باعتبر النجاح ده ان انجح في المجال ان اشغال فيه انا مقدمة النجاح اخبار مني فبالنيس بالي فبالنسبالي انا بتعني بتعني تقاطي مني اللاتما تعني what is going on in the world في العالم كله انا شايف النجاح بتاعي فاخبار كويسة بكتبها واقولها للناس عن حاجات يصاب فيهم في العالم دا رأيها اي تدعيك سكسس اي شيء يسعب لمنطقه شوية النجاح يا اخواننا شي صعب انه يتلم تعريفه وطولي إنه بدي مفتعله اي تتعليه اي تتعليه والناقه من نسباله انه معيني تتوازن بين الحياة والعمل اي تتعليه اي تتعليه اي تتعليه اي تتعليه اي تتعليه اي تتعليه ويقولك أنا باب حبيب عندي وتي كافي لأصدقائي وعمل حاجات تانية بس تامت بها خارج العملك زي مثلا ركوب العجلة اللي جاء تقول ألتو بيبول تتخلي بالك لس كتير يا جماعة بتعتقد that success is working as you can طبعا as hard as you can منها الصفة أو حال خلي بالك but in my opinion تجد not being able to take a day off انا بقى انا بقى اخد يوم اجازة take a day off طبعا ضب الف هي to be with your family if you want to or have you enough time for your favorite hobby هو دا النجاح انك تجد تاخد اجازة ما تأثرش عن حاجة في الحياة تستمتع بوقتك وهلوم مجرد I feel like I am a success وانا النجاح يعادل يا اخوانا وانا يلوكت my wife and my children دا عمر يقول لك انا بحس بالنجاح وانا بص لزوجتي ابص لأولادي we're all healthy الحمد لله كنا بصحة جيدة and happy كنا سعدة and we have a nice home to live in وانا بيت جميل عيشين فيها اللهم لك الحمد we make each other love طبعا سعدتك وانا بحط مصدره and support each other وبينسعب بعضنا البعض بيندعم بعضنا البعض for me success is about my job title طار دا بقى ربنا اهدي قال لك النجاح بالنسباني يخص سعدتك مسمى الوظيفة ابقى اكبر في الوظيفة so if you have a job title that shows you have responsibility طبعا لها تعد كنت جاي اسمعان طبعا عندك like cinema manager that shows people that you are a success حكا سعدتك ان انت كبير المدرين مدير عام وزير معرفش ايه انت كده بقيت بتوزر الانسان انت حد ناجح ربنا اهدي i think you know that you are successful when you have money هي جات من اخي بصحبتنا الست ايميل دي بقى قالت لك انت تبقى ناجح لما يكون عندك فلوس كتيرة اللي جابت من اخي طبعا in your bank account في حساك في البنك and you can buy anything طبعا سعدتك you want اي شيء you want and do anything that you want طبعا تعمل ايه حاجة انت عيزها he had a terrible accident for shit and he is still alive طبعا عمل حدثة فضيعة لحصن الحظ هو لا يزال على قيد الحياة يبعلك طبعا تعمل رقم سي دم قبل الوفاة طبعا اكيد ربنا عافينا سرطان الدم يبعلك بلود كانسر رقم دي some publish fake news to send more copies of their newspapers بعض يمين بينشر اخبار كاذبة عشان يبيع نسخ اكتر من الصحب بتاعتهم اكيد سعدتك الصحفيين حيث معندك رقم A journalist she has hung علات of her mother on the wall علات A لممتها على الحيطة اكيد لوحة مرسومانها يبعلك رقم B لوحة مرسومة بالزيت he arrives at work early although he lives in village هو بيق العام البدري الرغم انه ساكن في قرية اكيد طبعا قرية بعيدة حيث معندك رقم A he has worked hard since his graduation to set his own project هدب عندك كلمة up انه set up معناها يؤسس ينشئ يقيم his trousers have been ripped on the knee بانطلونه اتقطع ريب اتقطع ما عنده الرغمة he has to a patch on them فطعنا ساتك حطي خيط عليها بج يعني تبعندك كلمة سو الاخيرة بمعنى يخيط breathing is his favorite hobby الاراية وقت المفضلة his bans his time اسمه spare time وقت فراغ تبعندك هنا رقم C he to bring up his children after the death of his wife هو ايه طبعا عشان خاطئ يربي اولاده بعد وفاة زوجته وكافح عشان يربي اولاده هاتبع عندك struggled رقم A ماما بتتكلم ساعتك طبعا مع اخي المغترب برا يعني طبعا ساعتك ما يسمى فيديو كود طبعا عندك هنا رقم C when he retired as a football player لما تقعد كلاعب كرة قدمة he himself as a commentator فطبعا ساعتك هو عاد توظيف نفسه تشغيل نفسه اختراع نفسه كمعلق رياضي هاتبع عندك reinvented رقم B we had with our manager regarding the new year plan احنا عملنا ايه؟ مع مدرنا بشأن بخصوص طبعا خطة العام الجديدة عمنا ساعتك مناقشة هاتبع عندك discussion رقم C my father advised me too on my study I know two ways to my time بابا يا دصحني لان ايه على مذكرتي وانما ضيع شوتي اركز في المذكرة بتاعتي هاتبع عندك focus رقم B his performance wasn't good at first as he did not have previous اداءه مكانش كويس في الاول عب لانه مكانش عنده ما يسمى خبرة سابقة هاتبع عندك previous experience رقم B الجزء اللي باقي في revision ده هاتبعنا معاه في unit 7M كده وصلنا مع حضرتك لنهاية هذه الحصة هاتبعنا فيها الفوكال بتاع unit 9SB وخدنا الجزء التاع revision بالمرة كده الحمد لله رب العالمين بالصدافة شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته